ونبتدي كمان يعني بشوية الدرباكة اللي حصله امبارح تحديدا على وسائل التواصل الاجتماعي درباكة ابن الصنف اللي اتكرر كتير كذا مرة قبل كده وكل مرة نرجع ونقوم نقول نفس الكلام تقريبا بس لعل في الاعادة افادة يعني اللي حصل ان امبارح وإز فجأة بقى فيه كلام على ان النادي الاهلي فسخ تعاقده مع بيرسي تاو وفسخ تعاقده مع ميكي سوني لا ده الاهلي انهى اربع صفقات من العيار التقيد لا ده فيه كلام استجد على المدير الفني اصلا للنادي الاهلي واخبار كتير وردود افعال اكتر كمان بكتير فده يخلينا نقول نفس الكلمتين اللي فيهم المضمون اللي بنقولهم كل مرة يمكن علانا نتعز الاهلي يا حضرات هو في الاول وفي الاخر مؤسسة كبيرة بتتعامل دايما بشكل رسمي يعني اي قرار النادي بيتخذه يعني اكيد بيعلنوا بشكل مباشر من خلال مؤتمر صحفي على لسان احد القائمين على الملف ده يعني شفنا ده اكتر من مرة قبل كده وبالمناسبة يمكن كان من اخر المرات اللي شفنا فيها الكلام ده ملف المدير الفني الحالي ليكاردو سوارش كل يوم في وقت من الوقت كنا بنقرأ اسمين تلاتة اربعة ليه مدراء فنيين الاهلي بصدد انهاء التعاقد معهم وفي الاخر حصل ايه في الاخر جيء مدرب اصلا لم يذكر اسمه مطلقا في كل وسائل الاعلام المصرية عشان كده يعني بنقول دايما الاهلي يعني لما بيحسن ملف بيحسنوا وبيعلنوا بكل تفاصيل ومباشرة